بين التلميح والتصريح شخصت المبعوثة الأممية للعراق جنين بلاسخارت واقع العراق دون أن تقدم حلولا واضحة أو تملك الجرء الكافية للتصريح بأن الحل بإسقاط النظام بكافة رموزه هذا التقرير كما هو معتاد لم تأتي فيه السيدة بلاسخارت بجديد على مستوى الحلول والمقدرحات القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق في تقريره الدوري صلت الضوء على إحاطة بلاسخارت وخالصة إلى أن هذه الإحاطة لم تأتي بتوصيف جديد يفضي إلى الحلول التي ينشدها العراقيون لكن من ناحية أخرى تضمنت الإحاطة اعترافا ضمنيا بعقم العملية السياسية وعدم جدوى إصلاحها ففي حديث بلاسخارت عن الواقع السياسي أقرت بأنها دعت الأحزاب مرارا وتكرارا إلى حكومة فاعلة لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة وهذا اعتراف بأن العملية السياسية الجارية عقيمة وليس لها القدرة على أوقف التدهور المستمر فيها لكن بلاسخارت لم تذكر السبب الحقيقي لذلك وهي القواعد الخاطئة التي تأسست عليها العملية السياسية والفساد سبب أساسي في مشكلات العراق اليوم وليس أي قائد بمنع عن ذلك وفي ملف الفساد كان تقرير بلاسخارت صريحا في الإعلان عن طغيان الفساد في العراق وأنه قد تحول إلى سمة أساسية للاقتصاد ملف ثورة تشرين في إحاطة بلاسخارت كان عبارة عن استعراض تاريخي لأحداثها وتوصيف لأسباب اندلاعها وما تعرض له المتظاهرون من قتل وتنكيل دون أن تذكر ولو تلميحا أن الميليشيات هي من ارتكبت هذه الجرائم وخلصت بلاسخارت إلى الاتراف بأن خيبة أمل للعراقيين قد وصلت إلى عنان السماء من النظام السياسي الذي يتجاهل احتياجات الشعب ويعمل ضدها في سياق منظومة فساد عامة هذه المنظومة التي لا يمكن أن تأتي بخير للعراق يجب تغييرها بالكامل ووضع أسس جديدة لعملية سياسية وطنية سليمة كما ذكر القسم السياسي بالهيئة مؤكدا على ضرورة فرض حل جذري ومعادلة جديدة تدفع المجتمع الدولي إلى التعامل معها عن طريق قيام بثورة شاملة لطرد هذه الطبقة الفاسدة ترجمة نانسي قنقر